السلام عليكم جايز انحل التمارين على ديزاين سولر سيل مثال رقم اربعة فاني المنظومة اللي اريد اصممها مطلوب من عندي ان تنتج ثلاثمائة واط وبثمانية وعشرين فولت هسا يقولي ديزاين pv panel using solar sail with an area of six cubic or square centimeter ناطيني المساحة الخلية الشمسية اللي لازم استخدمها هي 6 سنتيمتر مربع the voltage at maximum power condition فولتية القصوى ناطينيها للسيل the current density at maximum power هي 190 امبير بير سكوير ميتر لانه قل لي density فعليه التيار مقسوم على المساحة الان حتى اصمم هاي المنظومة انا احتاج اعرف قدرة السيل قدرة الخلية الشمسية الواحدة فقدرة الخلية الشمسية هي اقصى ضلطية في اقصى اه تيار وهان كثيرا تنجفن بالسؤال راح اضربهن لكن هذه الاقصى تيار هو density فمقسوم على الزمن فابطريت انه مقسوم عذرا على الاريا فابطريت انه اضربه بالاريا حتى تطلع لي قيمة اقصى power للخلية هي 0.06 واط بقيمة الواط طيب هس اذا الخلية الوحدة اللي انا اقدر استخدمها هي القدرة مالاتة 0.06 الان اريد اعرف كم خلية يحتاج لي حتى اشغل هاي المنظومة المنظومة هو قال لي لازم تشتغل ب300 واط فاذا اقصى قدرة للمنظومة هي 300 واط اقسمها على قدرة الخلية الوحدة فرح اه تطلع لي اه مقدار عدد الخلايا اللي انقسمت هذي power بالواط الواط راح الواط والواط ورح يطلع لي عدد صحيح اللي هو يمثل لي اه عدد الخلايا اللي انا احتاجها طيب هسا الخلايا الشمسية اللي احتاجها لتشغيل هاي المنظومة حتى توفر لي 300 واط هي 4840 خلية هسا اش قد اربط منعدها هذه الخلايا على التوالي واش قد اربط منها على التوازي على التوالي حتى اربط وهذه اللي لازم اقول السيستم فولتج اشوف فولتية المنظومة الكلية اللي هو النطاني اياها اقل لي 28 فولت هذه المنظومة تشتغل تقسيم فولتية الخلية الواحدة فولتية الخلية الواحدة هي ايضا جيفن بسؤال مقدارها 0.5 فاقول الفولتية الكلية للسيستم 28 تقسيم 0.5 راح ينطيني 52 خلية هذه لازم اربطها 52 خلية على التوالي بهذا الشكل هسا كم سلسلة هاني لازم اربطها على التوازي لانه هاني هسا عندي 4840 خلية هسا بالسلسلة الواحدة راح اربط 52 خلية فشلون اقدر اعرف اشقد اربط سلاسل على التوازي فاللي راح اقوله انه عدد الخلايا الكلية اقسمه على ال 52 اللي هي المربوطة على التوالي راح يطلع لي عدد السلاسل اللي مربوطة على التوازي فرح يطلع قيمة 93.1 ولازم يكون يكون عدد صحيح فرح اقربه الى ال 94 بمعنى انه هاني راح اربط بهالاتجاه 52 خلية وبعدين اربط بشكل على التوالي وبعدين اربط على التوازي سلاسل مقدارها 94 سلسلة بهذا الشكل حتى توفر لي 300 واط وب28 فولط طبعا هنا طلعت 330 واط لانه انا قيمة السلاسل كانت 93 انا اضفت لها سويتها 94 ل93.1 وهي لازم تكون عدد صحيح الان لازم كل سلسلة اخلي لها بلوك دايود هاي شنو هذا الدايود هذا حتى يحمي لي المنظومة من انه ما يكون الكارنت يرجع الى الخلف تبريفينت the current from following to back هذا بشنو نخلي الدايودات بكل سلسلة بالمنظومة هنشوف المثال رقم خمسة how much energy per day is used by a remote weather station given the following load characteristics. عدنا محطة ارصاد جوي بعيدة. نعطيني ال facilities ما لها الاجهزة اللي تستخدم بهاي المحطة ويريد احسب لها الحملة الكلي باليوم الواحد اشقد تصرف هذه المحطة. فهو نعطيني charge controller يقول لي تصرف اثنين واط والdata gathering تصرف اربعة واط والمودم الستاند باي الواحد ونصف واط والمودم الاخر هو ثلاثين واط. لكن هذه ما تشتغل اربعة وعشر ساعة يعني الجهاز الاول يشتغل ثمان ساعات والثاني يشتغل اه باليوم الواحد طبعا. ثاني يشتغل اربعة ساعات والثالث يشتغل ثاني وعشرين ثلاث ساعات العفو. الثالث يشتغل ثاني ونص ساعة والرابع يشتغل اه ساعة ونصف. عليه اني حتى احسب القدرة قدرة الاحمال لهذه الاجهزة الكهربائية. اني لازم اضرب كل اه حمل في اه عدد الساعات مالتا. في اقول الدايلي انرجي هو الديفايس باور في اه في اه 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 النامبر يعني عدد الساعات. فرح اشوف انهثنيين في ثمانية زايدا الأربعة في ثلاثة زايدا الواحد ونصف في ثانين وعشرين ونص زايدا ثلاثن في واحد ونصف حيطيني الدايلن انرجي مقدارة مية وستة وقربتها تقريبا مية وسبعة واط اوار بير دي. المثالي مثال اللي بعده مثال رقم ستة an owner of remote cabin wanted to install a PV power system صاحب غرفة أو صاحب منزل بعيد يريد يصمم PV system the load in the home are described in the following ناطيني الأحمال هنا بالأسفل assume that all light and electronics are powered by AC يقول لي كل هاي الأجهزة تشتغل على الكهرباء الالترنيتف الـ AC current find the daily and weekly peak energy use estimates the system used is a 24 volt DC system with an inverter بمعنى إنه المنظومة اختارين خلايا شمسية تعمل بالـ 24 volt وتنطيني DC current لكن عندي انفيرتر حتى يحول لي هذا DC current يحول ليه إلى AC لأقدر أشغل به هذه مجموعة الأجهزة الأجهزة اللي موجودة عنده بالكابين هو عبارة عن lights اللي هي compact fluorescent bulb عنده أربع مصابيح من فئة 23 واط اللي تصرف 23 واط وعنده 6 مصابيح اللي تصرف 13 واط هذه تعمل خمس ساعات باليوم وهذه تعمل ساعتين باليوم وعنده استيريو واحد قدرة مالة 110 واط ويعمل 8 ساعات بالاسبوع هذه لازم نركز عليه هذا مو باليوم وعندنا الووتر بامب واحد بقدرة 55 واط ويعمل ساعتين باليوم وكمبيوتر واحد بقدرة 250 واط ويعمل نص ساعة باليوم وعندنا الباثروم فان الساحبة المروحة اللي بالحمام عدنا وحدة بقدرة 40 واط تشتغل ساعة وحدة باليوم وأخيرا المايكرو ويث بقدرة 550 واط وتشتغل 30 دقيقة باليوم الواحد فهس من أريد أصمم الحمل الكلي لهذه الأجهزة أنا لازم أضرب عدد الأجهزة في كل واحد بالقدرة مالة كل واحد في عدد الساعات فإذا ضربت في عدد الساعات باليوم فرح يطيني قدرة الأجهزة باليوم الواحد وإذا ضربت بعدد الساعات بالأسبوع فرح ينطيني قدرة الأجهزة الكلية بالأسبوع فعليه القدرة السآني إذا عندي أربع مصابيح أضربها بـ 23 رح يطلع لي 92 واط وهنا أنا عندي ست مصابيح أضربها بالـ 13 رح يطلع لي 78 واط وهكذا رح أسمر عندي جهاز واحد من السيريو أضربه في 110 وجهاز واحد من الووتر بومب أضربه في 55 وجهاز واحد هو كومبيوتر أضربه في 250 وجهاز واحد اللي هو الفان أضربه في 40 وأخيرا جهاز واحد من المايكرو ويف أضربه في 55 هسا هذني الأحمال الكلية لكل جهاز هسا أنا عندي هذا يعمل خمس سيام باليوم هذا يعمل يومين ساعتين باليوم وهذا ما نطاني قيمتها اليومية نطاني قيمتها الأسبوعية يقولي 8 ساعات للسيريو يشتغل بالأسبوع واللي بعده يشتغل ساعتين وبعده يشتغل ساعة ونص والبعده يشتغل ساعة والبعده يشتغل نص ساعة فأني حتى أسوي هذا بالأسبوع إذا هذا يشتغل خمس ساعات باليوم بمعنى إذا في 7 تيام رح يصير عندي يشتغل 35 ساعة وهذا يشتغل ساعتين باليوم إذا ضربه في 7 تيام رح يشتغل 14 ساعة بالأسبوع وهذا هو أصل الناطينية قائل لثمان ساعات بالأسبوع وهذا اللي بعده رح يشتغل إذا يشتغل ساعتين باليوم من أضربه في سبعة سبعة أيام رح يطلع لي أربعة طاعة ساعة عمل بالأسبوع هذا يشتغل ساعة ونص باليوم أضربه في عذراً هذه نص ساعة هاي بوينت فايف باليوم رح أضربه في سبعة أيام رح يطلع لي مئة ثلاثة ونص ساعة يشتغل بالأسبوع هنا أنا عندي يشتغل ساعة وحدة فمن أضربه في سبع أيام يطلع سبع ساعات وأخيراً عندي هذا جهاز يشتغل نص ساعة باليوم من أضربه في سبع أيام رح يطلع لي ثلاث ساعات ونص يشتغل بالأسبوع الآن إذا أريد الطاقة اليومية فأضرب هذه القيم قيم القدرات أضربها في عدد العيام عدد ساعة تشغيل باليوم وإذا أريدت قدرة الطاقة الأسبوعية فأضرب هذه القدرة في عدد ساعات الأسبوع فعليه من أضرب 92 في 5 رح يطيني قدرة العمل باليوم الواحد وال78 بال14 يطيني 165 قدرة عدد العمل باليوم الواحد بالنسبة لللايت النوع الثاني وبالنسبة للستيريو من أضرب 110 في 8 رح يطيني قدرة الاستيريو بالأسبوع الواحد لأنه أنا ما عندي باليوم الواحد وهكذا رح أستمر فرح تطلع عندي هنا مجموعة القدرات للأجهزة باليوم الواحد وهنان مجموعة القدرات للأجهزة بالأسبوع الواحد إذا ردت جميعا فرح أجمع هذه القيم يطيني أسبوعيا اشكت قدرة أصرف بالأجهزة وإذا تمعت هذه رح يطيني يوميا اشكت قدرة بالنسبة للأجهزة اللي أنا أصرفها بهاي المنظومة شكرا لكم اشتركوا في القناة